يقول الله تعالى فشاربون شرب الهيم فما معنى شرب الهيم؟ هي آية محكمة بينة يصف فيها الله تعالى حال أهل النار الضالين المكذبين بوعد الله كيف يشربون شرب الهيم وتعني الهيم الإبل العطاش وفي لسان العرب الهيم جمع أهيم والأنثى هي ماء وهي الإبل التي يصيبها داء فلا ترتوي من الماء وكذلك أهل جهنم لا يرتوون من الحميم أبدا والحميم هو الماء المغلي ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ويقال أيضا إن الهيم هو الرمل وإن أهل النار يشربون الحميم شرب الرمل الماء والهيم مرض يصيب الناقة ويجعلها تراقب الشمس من المشرق إلى المغرب دون أكل أو شرب حتى تموت ويقول الشاعر ذو الرمة فأصبحت كالهيمة إلى الماء مبرد صداها ولا يقضي عليها هيامها ويقال إن علاج هذا الداء هو إجبار الناقة على ابتلاع أفعى التي تفرز السم بمجرد دخولها معدات الناقة فيتفاعل مع جسمها وتشفى بينما تموت الأفعى بسبب عصارة معدة الناقة القوية ووصف الله تعالى في عدد من آيات سورة الواقعة حال الضالين عن طريق الهدى والتقوى المكذبين بوعيد الله ووعده فهم آكلون من شجر الزقوم الذي ينبت في قعر الجحيم ومالئون منها بطونه يشاربون عليه ماءا حارا لا يروي ضماءه يشربون منه بكثرة كشرب الإبل العطاش التي لا ترتوي لداء يصيبها ترجمة نانسي قنقر